موسيقى تحت سماء مسمسة جدا لكن درجات الحرارة في هذه الأثناء مستقرة نحو الدرجتان مئويتين أما بالنسبة لأخبار اليوم فهي كالتالي جوفانا كالطانيو إنشيزا قادة المدينة في فترة معقدة جدا ملحوظة بطيارات ساخنة في بلد مؤثر بأزمة سياسية وضميرية شكلت خطرا كبير على حياة المؤسسات في جو الفضيحة تانجينتورقولي كما عملت بالجد وحماس قويين لإتأثر على كل اختياراتها سنتذكرها بدفء وحميم كاللدان وخصصهما لكل أحد مثلها خصص وقته وجهده بإخلاص لخدمة مدينة تورينو بهذه الكلمات قدم عمدة المدينة بيارو فالسينو تعازينها إثر وفاة السيدة جوفانا كالطانيو عمدة مدينة تورينو سنة 1992 يوم الأحد الماضي 18 دجنبير ولقد أرادت الأقدر أن تتوفى هذه السيدة بعد أيام قليلة من وفاة السيدة ماريا ميناني أول عمدة امرأة لمدينة تورينو سيعقد حفل نهاية هذه السنة بتورينو بساحة سان كارلو وسط المدينة من الساعة الثانية من الساعة العشر والنصف إلى الساعة الواحدة والنصف ليلا وسيحيى الحفل الموسيقي المنتظر كل من ريناتو أربوري والأوركاسترا الإيطالية الذين سيهدون الجماهير باقة متنوعة من أروع الأغاني الإيطالية لكي يكون هذا الحفل جولة موسيقية للبلد وللذاكرة العامة لنقفل جميعا في جونا من المثعثي الاحتفالات الرسمية للذكرى المئة والخمسولة لتوحيد إيطاليا مع عودة الموسم الشتوي ولفرحة عشاق التزحلق على الجديد لقد تم فتح المنشآت والمصارات الخاصة بهذه الريادة في بديلة تورينو وضواحيها بداية متابد جميل الماضي وحتى يوم التاسع والعشرين يناير القادم يمكنكم كذلك استعمال المصار الجديد الذي تم إنشاؤه ببياتسا كارلو ألبيرتو وسط المدينة أما كأماكن أخرى لتزحلق على الجديد بتورينو تجدده على المنشور الذي يمكنكم الولوج إليه من خلال الرامض الذي يظهر على الشاشة في هذه الأثناء نعلن أعزائي المشاهدين وخصوصا عشاق الفن والمثاحف منهم أنه بإمكانهم الآن اقتناء بطاقة الاكتتاب الجديدة تورينو موزاي 2012 التي تمنح إمكانية زيارة العديد من المتاحف الإنقامات الملكية القصور وكلا ذلك العروض التي تظهر تسخر بها جهة البيومونت بالمجان كما تمنح أيضا الحق في تخفيضات هامة بنسبة للمتاحف في الإيطالية الأخرى تمن هذه التذكير هو ثلاثين يورو بنسبة للشباب تحت الستة والعشرون السنة 28 يورو للحاصل على فتاقة بيو كارد أما التمن بالنسبة للفئات الأخرى فهو 49 يورو وأخيرا نخبر أعزائنا المشاهدين أنه قد تم نشر العدد الأخير لتورينو بن يوزبت التقافي باللغة الإيطالية والذي خصص هذه السنة لهذا الأسبوع لعرض الضيناسورات المشاهدين بقاعة لبرموتريتشد لبليارثي المعروفة بمعزة الفنون الجميلة وكما العذاب ستجدون بنفس العدد نظرة للمواعيد التقافية المرتقة بالمدينة في الأيام الأقليل المقبلة هكذا نصل إلى نهاية هذا الموجز الإخباري أشكركم على الوفاء والسلام عليكم اشتركوا في القناة